السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 12 معلومة حتى تحافظ على الكمبيوتر رتوتي العمر اعداد ابراهيم عبد الحميد اول حاجة نتكلم عنها هي الحرارة الحرارة من اكتر الحاجات اللي بتقلل عمر اي جهاز كهربي وبالاخص الكمبيوتر فلذلك لازم ان نرعي ان احنا نبعد الكمبيوتر عن اي مصدر من مصادر الحرارة ومن المصادر دي مثلا الشمس ما يكونش الكمبيوتر معارب بشكل من الاشكال للشمس زي انه محطوط وراء شباك شباك ده بيدخل شمس مثلا ده ممكن يأثر على الجهاز والصف مع ارتفاع درجة الحرارة ويخلي الجهاز يوصل لدرجة الحرارة معينة تخليه يفصل ويرستر ايام الريستارت يعني كل شوية فنعي بغض الكمبيوتر عن الشمس وعن اي مصدر تاني للحرارة تاني حاجة نتأكد من كفاءة تشغيل مراوح التبريد الكمبيوتر فيه مراوح تبريد كتير من ضمنها مثلا في الكيسة فيه طواتة مشهورين اوي اللي هو مراوحة الكابريد اللي موجودة جوه البورصابلي مراوحة التبريد اللي خاصة بالبروستسر بالذات خاصة بالبروستسر لوحده ومروحة التبريد اللي موجودة في الغطة بتاع الكيسة ودي خاصة بالجهاز ككل التلاتة لازما نتأكد انه هما شغلين بكفاءة وما بيصدروش اصوات او سرعة دورانهم مش قليلة ونتأكد انه هما شغلين علشان يدمر لنا ده تهوية كويسة للجهاز ودي من قطة اللي بعد كده ان الجهاز زمن يتهوى كويس بمعنى ان لو المراوح دي مش شغالة ممكن نفصل الغطا بتاع الكمبيوتر ونجيب مروحة تانية نوجهها على الكمبيوتر يعني نشيل الغطا بتاع الكيسة ونواجه عليه المروحة باي شكل من اشكال بس نضمن ان يحصل تهوية كويسة للكيسة كده نكون خلصنا اول معلومة وهي بتتكلم عن الحرارة بعد كده الاتربة الاتربة برضو من ضمن الحاجات اللي بتقصف عمر الجهاز فلازم ان نراعي ان ما فيش اتربة تتراكم جوه الكمبيوتر ونراعي ان هو يكون بطبيعة الحال موجود في مكان نظيف ما يوصلوش التراب الا في حدود دخول التراب الطبيعي ما يكونش المكان ده مكان مثلا على الشارع في منطقة كلها اتربة وكده فالتراب يبقى بيتراكم على الجهاز كل يوم بالنسبة لحل الموضوع الاتربة هو فتح الكيسة وتنظيف البلاور كل 3 شهور مثلا او 6 شهور على حسب ما بيكون التراب يتراكم جوه بس يفضل ان انا كوني 3 شهور افتح الكيسة مرة ووضف الجهاز جوه بشكل كويس جدا بالبلاور وفي الكرامات ويركبها تاني ويتأكد من جهاز الشغال بكفاءة ويركبه من قوله جديد التنقل الكتير برضه من ضمن العيوب ان انا يكون عندي جهاز ثابت اللي هو بي سي برسول الكمبيوتر يعني اللي هو شاشة وكيسة وسماعات وكيبورد الشكل المعتد للجهاز مش لاب توب يعني وانقله كتير ده من ضمن الاسباب اللي بتأدي ان هو يبوز لان نقله الكتير ده بيتخلي مكونات الداخلية تعلق فبعد كده كل شوية تلاقي الجهاز محتاج ان تفتحه وتفكه وتجرب فيه لحد ما تلاقيه بيشترم معاك تاني كمان في عيب في الحالة ديه ان بيحصل بات سيكتور للهارد ديسك بات سيكتور ده هو ان اجزاء من الهارد ديسك تبوز مش الهارد ديسك لكل يبوز لا اجزاء منه تبوز ففي الحالة ديه انت بتعمل بتحل بموضوع البات سيكتور ده بانك بتتجنب انك تحط بيانات على الاجزاء اللي بايزة وتحط بيانات على الاجزاء السليمة بس عشين تتجنب ده كله لازم ان تعافز على الهارد ديسك وهو انك تحميه في مكان هو الجهاز مكان ثابت قوي يعني ترابيزة ستيبل مستقرة ما بتتهزش وما يكونش جنبه اجهزة تانية بتتحرك يعني مثلا لو عندك بلونتر من البرونترز القديمة اللي بتتهز ديه تويا بتطبع ما تحطهش على نفس الترابيزة بتاعت الكمبيوتر علشان الكيسة والشاشة ميتهزوش وفي نفس الوقت تضمن ان المكان ينتحدث عليه الجهاز يكون ثابت وخو بعد جدا بوعد عن بقى الاجهزة الكهربية بصفة عامة دي معلومة اساسية هي ان كل الاجهزة الكهربية المفروض تكون بيدعم بعض يعني ما ينفعش نحط اجهزة قريبة من بعض السبب ان كل جهاز ده مجال مغناطيسي مجال تأثير مغناطيسي فلما بتقرب الاجهزة دي من بعد بيحصل تدخل بين المجالات يعني ما احط برنتر جنب كمبيوتر يعني جنب كيسة وشاشة المجال المغناطيسي بتاع البرنتر بيبقى داخل جوه المجال بتاع الشاشة والكيسة فبيأثروا على بعض ودي طبعا حاجة بعد كده معلومة كمان للمعلومة رقمان باعة لحماية الجهاز والحفاظ عليه التحميل من مواقع المشبيرها اغير مصوق فيها دي من حاجات اللي بتقصف عمر الجهاز برضو لان في الحالة دي الجهاز بيتمني فيروسات من اشهر واكتر المواقع المشبوهة اللي بيتحمل منها وبيتعمل مشكلة من مواقع الاباحية لان المواقع الاباحية مرتع للفيروسات مرتع بمعنى الكلمة يعني الفيروسات فالتعامل مع اي موقع مشبوه لازم ان يكون بحذر طبعا دلوقتي الانتفيروس تطور وبقى بيحميك لحد ما ولم تيجي تخش على موقع مشبوه ينبعك ويحذرك ان هو مجبوه ويمنعك من دخوله فمترجوش الخاصات دي في الانتفيروس عشان الانتفيروس بيحميك من انك تدخل على موقع ممكن ان هو يحمل لك فيروسات ويأثر على نسخة بتاعت الجهاز وتطور تنزل النسخة ويتكرر الموضوع ده اكتر من مرة فده اثر على الهارد وبالتالي الكمبيوتر يبتدي اي بوز بعد جاء النوت الخامسة نقل الملفات بالفلاشات دون عمل سكان خاصة نقل الالعاب دين برضو من حاجاتي بتأصل على الجهاز لانها برضو مصدر الفيروسات انك تنقل بالفلاشة دايما الفلاشة من جهاز التامي التالت للرابع بعدين تيجي لجهازك تبقى من هنا فيروسات كل الفيروسات دي تخش على جهازك خاصة بقى في الالعاب من حاجات اللي بتدنيها الكتير جدا ومن حاجات اللي ما بتعملهاش سكان كويس او الناس ما بتهتمش تعمله سكان وبالتالي بتبقى مصدر المصادر ستة اهمال عمل سكان وقضيت للانتي فيروس يعني ان انا لازم صدت بانتي فيروس وكل مدة زمنية محددة انا حددها ولكن اسبوع مثلا اعمل له قضيت وكل مثلا شعر اعمله سكان او كل اسبوعين يعني حسب استخدامله واعدة على الانترنت لو اعدت انتارنت يومي يبقى الناس ما نعمل سكان كتير حشان اولا ما يزور الفيروس الانتفيروس يقدر يمسحه ثم طبعاً لما من سيب الفيروسات تترقل جهاز الفيروسات بتبقى اقوى من الانتفيروس نفسه فما بيقدرش يشيلها يعني بعد شوية بيبقى المرض اقوى من العلاج فبالتالي ايه ما بيقدرش الانتفيروس يشيل الفيروسات فلذلك لازم ان تعمل ابدت على طول ننزل ابدت للانتفيروس منها عن نت الفيروسات الجديدة اللي هم اكتشفوها وتعمل اسكان برضه بشاتي دوري طبعا ممكن تحل المشكلة دي بانك تثبت الانتفيروس على موعد ثابت للتحديث ومسح الفيروسات التلقائي يعني الانتفيروس دلوقتي بيبقى فيه خاصية اللي هي الاتوماتيك ابديت او الاتوماتيك سكان بتحدد لي يوم معايا مثلا وليكن يوم الجمعة من كل اسبوع الساعة مثلا وليكن تمانية بالليل اي وقت واي ساعة يعني في المعدة كل اسبوع هو لما انت بتفتح الجهاز بيعمل او بيعمل سكان على الفيروسات بعد كده النقطة السابع عدم وضع اي مشروبات بالقلبة من الكمبيوتر او فوقه طبعا دي من الحاجات اللي برضو بتأثر على الجهاز ان توصل له مية او اي مشروب يقع عليه فده يؤدي الى ان ممكن البرده بتاعته ياما تتحرق ياما تتأثر بالموضوع ده تمانية استخدام مشترك كهرباء خامته جيدة من دوني وشاكل الحرق الكمبيوتر هي مشاكل الكهرباء فعسان اضمن ان الكمبيوتر يعيش مدة اطول محتاج مشترك كهرباء اللي انا هوصل عليه الكيسة والهارد والسماعات والحاجات ديت المشترك ده اللي انا اجمع فيه وسط الكمبيوتر كلها يكون خامته كويس لان هو نفسه لو خامته سيئة لو هو درب هو نفسه باز يعني الكهرباء ملازم ما اصلكش حاجة من الكهرباء هو نفسه خامته سيئة اه اه درب باز اتحرق فيأثر على الجهاز وممكن يحرق لرامة يحرق لبرستسور يحرق لبودة كلها يحرق اي حاجة فبالتالي انا اضمن الوقاء اخرى من العلاج وهو داشعي حلق ديت ان انت تشتري مشترك كويس كمان حاجة تانية لازم ما تستخص وانت تشتريها هي البرستبلاي لما تيجي تشتري كمبيوتر تشتري افضل مركة لمزود الطاقة البرستبلاي ما تستخص في البرستبلاي البرستبلاي ده هو اللي بيوزع الكهرباء على الماثربورد اللي هوها الام وعلى البرستسور وعلى كل مكونات الكمبيوتر فلو البرستبلاي ده خامة رضيئة يمكن ان هو نفسه يحرق الماثربورد او البرستسور او اي مكون من المكونات التانية فبالذات البرستبلاي ولمشترك حاول تشتري مركات كويسة عشان تحافظ على الجهاز وتخلي عمره اطول عشاء الله عدم فصل الكهرباء عن الكمبيوتر مباشرة ودي نقطة اساسية ان انا لما اجعت في الكمبيوتر مش زاية تلفزيون ان انا شيل الفيشة لا ده ازمن اعمل شده ودي نقطة اساسية ان كل ما بفصله بالشكل بتاعه ان انا شيل الفيشة قبل ما الكمبيوتر نفسه يفصل ده بيقصر على الهارد وبيقصر على النسخة وبيخلي الكمبيوتر مرة تانية يتقصر في حاجة تزابزه بالطيار استيرو مسبت جهاز استابلايزا الناس اللي عندهم مشكلة في الكهرباء الكهرباء بتعلق وتوطى دول من ضمن الحلول اللي بنصحهم بها انهم ما يشتري استابلايزا ويعني مسبت جهاز المسبت ده بيحاول قدر المستطاع ان هو يعني يراعي فرق الجهد اللي بيحصل لما الكهرباء بتعلق وتوطى يسبت هو بتعرف الحلول فبيبقى جزء من الحمال الكمبيوتر في الحالة ديت وبيبقى لو الكهرباء اللي يتقاوي في الحالة دي الاستابلايزا ده في حاجة صغيرة كده عاملة زي اللمبة بيتحرق ده بتتعمل كحماية للكمبيوتر وبالتالي بتحمل استابلايزا نفسه لان الجزء الصغيرة ده انت بتشتريه وبيبقى الجهاز بيفضل تسليه لو صاحب شركة او عندك اجهزة كتير اشتري UBS UBS ده جهاز بيتوصل عليه عندك اجهزة كمبيوتر كتير جدا واحدة مثلا صاحب شركة عنده 100 جهاز كمبيوتر مثلا او صاحب محل سايبر عنده 20 جهاز او 25 جهاز في الحالة دي هو لو حصل مشكلة في الكهرباء وعليت وطيت فجأة والاجهزة دي كلها تحرقت منها تبقى تكلفة عليك بدا جدا ففي الحالة دي اتما استخصص ويستري UBS UBS ده وظيفته اه؟ UBS ده زي بطارية زي بطارية بيسمحلك بانك تحتفظ بالطيار او هو بيولد لك طيار لمدة مثلا نص ساعة بعد ما الكهرباء تقطع يعني بعد ما الكهرباء تقطع هو الاجهزة متوصل عليه بعد ما الكهرباء تقطع الكهرباء اطعت خلاص الاجهزة بتاعتك مازال وصل لها كهرباء من UBS لمدة مثلا عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة على حسب قضيته هو طبعا في الحالة دي بتقدر تحفظ ملفاتك اللي انت كنت تشغال عليها بدلا ما هتروح لان الكهرباء اطعت بتقدر اه تعمل شط دول للجهز بالشكل طبيعي وتنتظر لما الكهرباء تيجي وهكذا فبتحمي اه عدد الاجهزة الكبير بتاعك فبتقلل الضرر عليك المعلومة بنشر اعمل صيانة وقائية سنوية على الاقل يعني لازم ان كل سنة تعمل صيانة للكمبيوتر زي ما تعمل الصيانة للعربية بمعنى انك تتأكد نوع نظيف من الاثريبة تشوف الاجزاء اللي عطلنا جوه وتصلحها تشوف الحاجات اللي بتزيبني وتغيرها تشوف اي حاجة اي هو بدي اي الارم من اي نوع رمى خامتها رديئة بتخلي الجهاز يعلق كثير وتغيرها واكذا دي اسمها الصيانة وقائية يعني صيانة قبل ما الجهاز يعتل باحميه من انه يعتل بمعنى الوقاية خار من الالي من ضمن برضه السنة الوقائية المنسية هي تغيير المادة الحقيقية الموجودة بين البروسيسور ومراحته سنويا يعني كل السنة في مادة حقيقية كده عزلة مبين البروسيسور بتحطي بين البروسيسور وبين المراحبه وده كده فالمادة ديت لما تغيرها كل سنة بتجددها وبالتالي بتجدد حماية للبروسيسور بتاعها وبكده نكون انتهنا من الحلقة ارجو ان تكونوا قد استفدتم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته